في الثاني من مايو تحتفل جوجيا إلى جانب دول عدة بعيد الفصح ويسعى الفنانون لتزيين أعمال فنية على شكل البيض بنقوش تحمل طابعاً مختلفاً هذا العام بسبب فيروس كورونا ومع العودة التدريجية لافتتاح المسارح حاول فنان جوجيا تقديم شيء جديد كان مصدر إلهامنا هذا العام هو افتتاح المسرح رغم الوباء حيث سيتم افتتاح مصرح الموسيقى والدراما بعرض أول لفيلم النورس لتشيكوب وبسبب قيود كورونا أغلقت المسارح لأكثر من عام لكن مع رفع الحضر عرض أصحاب المعارض من الفنانين أعمالهم عبر المواقع الإلكترونية كان للوباء تأثير على مبيعاتنا والغريب أنه كان له تأثير إيجابي وليس سلبي أثناء الوباء كان هناك طلب كبير على منتجاتنا على صفحاتنا على الإنستجرام وفيسبوك لقد جعلنا ذلك سعداء للغاية رغم أننا في البداية كنا مرتبكين لأنه لم تكن لدينا خبرة في هذا المجال وطلح أن الأمر ليس بهذه الصعوبة لبايع منتجاتنا عبر الإنترنت ويرى البعض أن الرغبة في التعايش مع هذا الضيف الثقيل جعلهم يسلكون مسارات غير تقليدية في عمليات التسويق وفرص العمل ومجالاته وحتى في أشكال الاحتفالات بالمناسبات التقليدية والتي لجأت إلى طرق غير تقليدية اشتركوا في القناة